اشتركوا في القناة وردت هيفاء حسين على احد متابعيها بعد ان علق لها على احد صورها التي نشرتها عبر انستجرام وعلق احد متابعي هيفاء حسين على صورة لها سخر خلاله من جمالها الذي لا قيم له بما انها متزوجة من رجل من عمر والدها بحسب قوله من جهتها ردت الفنانة البحرينية هيفاء حسين على صاحب التعليق قائلة انها متزوجة من رجل يحترمها ويقدر مشاعرها مشيرة الى ان زوجها يشعرها بكيانها كذوجة وامرأة في حياته وتبعت هيفاء حسين انها تزوجت من رجل يعرف معنى كلمة تحمل المسئولية مؤكدة ان هذا هو المعنى الحقيقي للرجل وليس العمر او الشكل وتفاعل اكثر من عشرين الف حساب بين التعليق والاعجاب على هذه الصورة بحساب الفنانة على انستجرام والذي يتابعها عليه اكثر من اتنين واحد من عشر مليون شخص ولدت الفنانة هيفاء حسين عام 1975 بمدينة المحرق في البحرين وبدأت مشوارها الفني بعمر العشرين في مشاركات فنية بسيطة لكنها اثبتت من خلالها موهبتها وجهت مشاركة هيفاء الفنية الاولى من مجال الغناء وليس التمثيل حيث انضمت لفرقة البحرين الموسيقية للطرب الاصيل لتقدم مع الفرقة اغاني العمالقة مثل ام كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم وخلال هذه الفترة تزوجت هيفاء حسين بعمر مبكر من رجل بحريني وانجبت منه ابنها الوحيد سعد لكن لم يتمكن هذا الزواج من الصمود سوى عام واحد وانتهى بالطلق فكانت هذه فرصة لتحقق هيفاء حسين مكانة فنية بدأ الامر بدور صغير في مصرحية ثم دور في مسلسل النيرون الى ان انطلاقتها الحقيقية كانت مع قناة دبي التي منحتها دور البطولة في مسلسل اللقيطة فكان جواز مرورها لقلوب الجماهير واعلان ميلاد نجمة انهالت العروض الفنية على هيفاء حسين بعد هذا المسلسل واصبحت وجها فنيا معروفا تستضيفها القنوات الفضائية وتتصابق على لقائها الصحافة والمجلات لتشارك بعدها في عدد كبير جدا من الاعمال الدرامية اشتركوا في القناة